وصلنا دلوقتي لفقرة الخبر العلمي ايه هو بقى الخبر العلمي؟ اتفقنا احنا كفريق عمل ان احنا فيه اخبار بتنشر طوال الوقت كل ثانية اخبار علمية واخبار طبية بتنشر على الانترنت بتنشر على وسائل التواصل فقررنا ان احنا ننتقي منها بعض الاخبار ونعرضها على حضراتكم طبعا بعد التأكد من مصادرها ونعرضها على حضراتكم ونقدم لحضراتكم خلاصة المعلومة اللي في الخبر ده هنبدأ بنموذج عملي على طول ونقول الخبر بتاعنا النهاردة هو ده نشر فيه مجلة التايم الامريكية بيقول ان الجلوس الاعاد يعني لأكتر من ثلاث ساعات يوميا متواصلة ها خدوا بقى الخبر اهو ربما يكون سبب في تخفيض عمر الانسان لمدة عامين على الاقل لا حاول ولا قوة ايلا بلا المصدر زي ما قلتلكم مجلة التايم الامريكية طيب تعالوا بنا بقى نشوف الخبر ونشوف تفاصيل الخبر تفاصيل الخبر زي ما انتوا شايفين كده بيقول البداية هو بيقول انه الجلوس يوميا لأكتر من ثلاث ساعات متواصلة بيؤدي او قد يكون يعني بيعرض الانسان الى انه يحصل تأخر في عمره او نقص في عمره لمدة سنتين على الاقل بيدخل في ده طبعا مشاهدة التلفزيون وبيقولوا برضو في نفس الاحصائية ده موضوع يعني كبير اتنشر في مجلة التايم انه مشاهدة التلفزيون لمدة ساعتين مثلا في اليوم ممكن يؤثر على تقصير العمر بنسبة على الاقل واحد واربعة من عشرة في المية كسنة يعني واحد واربعة من عشرة من السنة من عمر الانسان طيب بيقولوا بقى في الخبر برضو نفسه ده اللي احنا مشاورين اهو عليه دلوقتي لحضراتكم انه ده بيحصل سواء كان الشخص ده يمارس رياضة او لا يمارس رياضة يعني هما بيفصلوا الرياضة عن الموضوع انك حتى لو مارست رياضة لا هو الفكرة الخطورة هنا في الجلوس المتواصل تمام وكمان الخبر ده على فكرة اتعمل اللي عمله باحث كبير اسمه بيتر كاتز مارزاك وده باحث في باحث للابيديوميولوجي او اللي هو علم مسببات الامراض وده علم مهم جدا وبينشر ابحاثه دي في سنتر مهم قوي هو سنتر اللي نشر كل الابحاث الانلاين وده سنتر معترف بيه اسمه بي ام جي وده ملخص البحث اللي عمله هو مجموعة من فريق العمل بتاعه انه الجلوس يعني الجلوس ده شيء سيء جدا تمام بيتر كاتز مارزاك برضو قال انه في الفيرست ستادي دي قال كمان ان دي مش اول دراسة تتعمل يعني اتعملت دراسة الخبر اهو قدام برضو حضراتكم الجزء ده انه اتعملت دراسة مشابهة في استراليا وقالت انه مشاهدة مثلا التلفزيون بشكل يعني متواصل لفترة ست ساعات يوميا بقى بشكل عام حتى مش لازم يكونوا متواصلين بس ست ساعات قد يخفض عمر الانسان لأربعة فاصل تمانية من عشرة في المية من السنوات من العمر طبعا دي حاجة برضو خطيرة يعني وبرضو مكتوب في الخبر انه يعني مشاهدة التلفزيون لساعة على الاقل في اليوم ده بيؤدي الى 22 دقيقة نقص في life expectancy او يعني التوقع العمر هنعلق على كل الحاجات بس مهم انكم تعرفون ان دي اخبار علمية جدا وموسقة يعني قوي وقالوا انه لازم ان احنا نشتغل على فكرة انه نقضي يعني نكسر حالة الجلوس خاصة ان فيه يعني نسبة كبيرة من الناس بيجلسوا لمدة 20% من الوقت الاستيقاظ بتاعهم بيكونوا جالسين وده يعني ده ضد الريكمنديشن او ضد التوصيات اللي بتقولها الدراسة تمام الموضوع برضو في نفس الحكاية بيقولوا ان احنا لازم دي دعوة لتخفيض ساعات المشاهدة سواء مشاهدة التلفزيون او العمل على اجهزة الكمبيوتر او وسائل التواصل او ما الى ذلك واخيرا بتنصح الدراسة بانه انه لازم يكون فيه بدائل علشان خاطر الحفاظ على الدورة الدموية وحالة القلب هنرجع بقى يعني ارجعوا لي بقى عشان نعلق على هذا الخبر تمام طبعا بداية الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى وده مش انكار للدراسة ولا حاجة ولكن دور العلم انه ينبه الى كل ما هو جديد وقد يكون مفيد لحياتنا وصحتنا وجوهر كل الاديان بلا استثناء يشجعنا ان احنا نأخذ بالاسباب علشان الحفاظ على صحتنا وعلشان الحياة بشكل افضل طيب نص ساعة رياضة مهمة جدا ده بشكل مبدئي لانه ممارسة الرياضة يعني التعود عليها هو الاهم على فكرة من ممارستها وبالمناسبة دي عايز اقول لحضراتكم ان في حاجة اسمها الرياضة المنزلية بس فيه ناس ممكن تقول لك ايه وانا همارس الرياضة انا هنزل بقى والشارع زحمة او الدنيا برد او جو طراب او الكلام ده كله لا في حاجة اسمها الرياضة المنزلية انك زي ما كانوا زمان وما زال لحد دلوقتي فيه وسائل كتير قوي انك تقوم تتمشى في البيت تقعد تعمل تمرينات بطن تعمل تمرينات مثلا الساني والمد انا بقولها لكم او باللغة العمية او اللغة العربية اللي كانوا بيقولوها زمان او يقولك اعمل ساني ومد زي ما كانت تعمل في المدار الزمان اه نعملها مفيش فيها مشكلة وتقليل ساعات المشاهدة للتلفزيون ودي يعني حاجة مفرقة غريبة ان احنا بنكلم حضراتكم في التلفزيون بس احنا حلقتنا 45 ديئة فالحمد الله احنا في الامان يعني لانه ساعتين تلفزيون متواصلين كده بيقللوا العمر زي ما اتفقنا 1.4 من 10 عام اقل من العمر و 6 ساعات تلفزيون في اليوم 4.8 من 10 اقل وده بيدفعنا زي ما قالت الدراسة لضرورة تعديل سلوكيات التعامل مع الكمبيوتر والاجهزة الاخرى كمان في ضرورة الوقوف بقى لكل فترة زي مين او لناس معينة زي مثلا الناس زي السائقين اللي مهنتهم معتمد على الجلوس او اللي بيشتغلوا في اعمال مكتبية زي البنوك زي الهيئات الحكومية زي اي حاجة لازم توقفوا لازم تتعلموا انكم ما تقعدوش فترة طويلة جالسين وده مش دعوة يعني ان الناس تزوغ ولا ان اقف في مكانك اتحرك كده في مكانك رايح جاي الاطفال كمان في الدراسة لازم المدارس تسمح بالحكاية دي فيكون المدرسين بقى عندهم وعي اللي بيسمعونا ويقولوا طيب احنا هنخلي الاطفال كده ديقتين ولا حاجة يوقفوا في الفصل ما فيهاش اي مشكلة او يلا جماعة غيروا وضع الجلوس بتاعك اللي في مدة دقيقة عملوها حتى كأنها لعبة مع الاطفال الصغيرين خلاص فيه كمان تجربة اجتماعات العمل على الواقف يعني ايه يعني حضرتك كمدير او كمسؤول في العمل فيش اي منع انك لما تجتمع مع الناس اجتمع معهم انت واقف او حتى فيه في كتب الادارة انك تنزل تدير كده المسألة وانت ماشي وحتى لما تستدعي ناسي تقابلهم ما فيش اي منع انكوا تبقوا واقفين مش لازم تبقوا واعدين طبعا الامهات اكثر حظا مننا كلنا لانهم يعيني على طول واقفين بسبب احتياجاتنا يعني امهاتنا وزوجتنا بسبب احتياجاتنا واحتياجات الاطفال عموما الهدف الرئيسي من الدراسة هو قضاء وقت اقل في الجلوس المتواصل لو سمحتوا